جريمة بشعة أخرى تضاف إلى سجل تنظيم الدولة الإسلامية الضحية هذه المرة الصحفي الأمريكي جيمس فولي الذي خطف في سوريا أواخر عام 2012 وهو يغطي الصراع هناك وانتهى به الأمر قتيلا وهو يحاول إظهار معاناة الشعب السوري حسب ما قالت والدته على موقع فيسبوك مناشدة الخاطفين الحفاظ على حياة الرهائم الآخرين لأنهم أبرياء وليس لديهم أي تأثير على سياسة الحكومة الأمريكية وفي شريط الفيديو ذاته يظهر رهينة آخر قال التنظيم إنه الصحفي الأمريكي ستيفن جويل سوتلوف التنظيم قال إن مصيره يتوقف على قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما مهددا بإعدامه إذا لم يوقف الضربات الجوية الأمريكية في العراق اللهجة الإنجليزية التي تحدث بها من نفذ عملية الإعدام دقت ناقص الخطر في بريطانيا وزير الخارجية فيليب هامند الذي شجب تنظيم داعش حذر من خطر العدد الكبير للمقاتلين البريطانيين في التنظيمات المسلحة في حال عودتهم هامند أكد عدم الحاجة لقوات بريطانية أو أمريكية على الأرض في العراق حيث لا تحتاج بغداد ولا أربيل سوى للدعم جزء من المشكلة يكمن في أن عددا كبيرا من الجهاديين بريطانيون في تلك المنظمات وسيعود كثيرون منهم إن استطاعوا إلى البلاد لاستهدافنا كما ترغب داعش لا أعتقد بضرورة وجود قوات بريطانية أو أمريكية على الأرض القوات العراقية والكردية لديها ما يكفي من العناصر وما تحتاجه هو الدعم الفني كالاستطلاع والمعلومات الاستخباراتية والغطاء الجوي وأحيانا السلاح والدخيرة أما رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون فقطع عطلته لترأس سلسلة من الاجتماعات الطارئة بعد أن وصف على حسابه على موقع تويتر قتل فولي بالعمل الفضيع والمنحرف دول كفرنسا وألمانيا علاوة على منظمة صحفيهم بلا حدود شجبوا عملية القتل التي وصفتها كل من باريس وبرلين بالوحشية حيث أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيقترح قريبا عقد مؤتمر حول الأمن في العراق ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية معتبرا أن الوضع الدولي اليوم هو الأخطر منذ عام 2001 تهديد تنظيم داعش بقتل صحفي أمريكي آخر ألقى الكرة في ملعب الرئيس الأمريكي الذي أحجم حتى الآن عن الخوض في هذه الحادثة التي يجري التحقيق فيها والتي أعلن موقع Global Post أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقد بصحة الشريط المنشور موسيقى